الحمد لله المجيب لكل سائل التائب على العباد فليس بينه وبين العباد حائل جعل ما على الأرض زينة لها وكله نعيم زائل وحذر الناس من الشيطان وللشيطان وسائل وحبائل فمن أسلم وجهه لله فذاك الكيس العاقل ومن اتبع هواه فذاك الضال الغافل فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونغى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزغ عن الشبيه والمثيل والمشاكل من للعباد غيره؟ من يشف المريض؟ ومن يرعى الجنين في بطن الحوامل؟ من يجيب المضطر إذا دعاه؟ ومن بيده مفاتيح المسائل؟ ذاك هو الله وكل ما خل الله باطل يا من يرى ما في الضمير ويسمع أنت المعد لكل ما يتوقع يا من يرتجى للشدائد كلها يا من إليه المشتكى والمفزع يا من خزائن ملكه في قول كن أمن فإن الخير عندك أجمع ما لي سوى فقري إليك وسيلة فبالافتقار إليك فقري أدفع ما لي سوى قرعي لبابك حيلة فلئن ردت فأي باب أقرع ومن الذي أدعو وأهتف باسمه إن كان فضلك عن فقيرك يمنع حاش لجودك حاش لجودك أن تقنط عاصية الفضل أعظم والمواهب أوسع وأشهد أن محمد عبده المصطفى ونبيه المشتبة صاحب المقام المحمود واللواء المعقود والحوض المورود صاحب الشفاعة العظمى يوم الدين سيد الأولين والآخرين وقائد الغر المحجلين فاللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وارض اللهم بفضلك على كل من صار على ضربه وقت فأثره إلى يوم الدين وبعد فحي الله المشاهدين والمشاهدات المسلمين والمسلمات وأسأل الله بأسمائه الحسن وبصفاته العلى أن يرزقنا التوفيق والسداد والنجاة في هذه الحياة أحبة في الله وعلى طريق النجاة هذا الطريق الذي نلتمس فيه الخطى من وراء رسول الله الذي أرسله ربه لإصلاح كل ما فسد في هذه الحياة جئت في هذا اليوم الأغر الميمون جئت على هذا الطريق لأقول لنفسي لأقول لأمتي ما قال النبي المصطفى أسلم تسلم فما أحوج الأمة بحق هذه الأمة التي تئن من هذه الدماء ومن تلك الأشلاء من هذه الشحناء ومن تلك البغضاء ما أحوج هذه الأمة التي ينزف دمها في كل بقعة من بقاع الأرض هذه الأمة التي زلت بعد عز وهانت بعد كرامة وضعفت بعد قوة وتشرذمت بعد وحدة ما أحوج هذه الأمة أن تسلم لله أن تذعن لله أن تستسلم للملك جل في علاه حتى تغير واقع هذه الحياة أن تسير كما سار أن تسير كما سار رسل الملك جل في علاه تحت هذه الراية من خلال هذه الراية ما تحركوا خطوة في هذا الطريق الصعب الطويل مع هذه المحن ومع تلك الإحن مع ما لاقوا وما عانوا إلا من خلال وإلا من تحت راية التسليم ما تحرك نبي ولا رسول إلا وهو وهو شمس مضيئة في سماء التسليم لرب العالمين فما أحوج الأمة التي شرفت باتباع الأنبياء والمرسلين وعلى رأسهم سيد الأنبياء وسيد المرسلين وإمام المستسلمين أن تعود أن ترجع أن ترفع هذه الراية من جديد أن تسلم لرب العبيد في كلمتها وفي معاملتها في كل نواحي حياتها في خارجها في ظاهرها في باطنها ما أحوج الأمة أن تسلك هذا السبيل الذي قال فيه الملك الجليل وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكم ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم من يرغب عن هذا الطريق المستقيم والمنهج القويم من يبعد عن هذا السبيل إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين قال علماء السلف أمره ربه بالإنقياد له والإذعان له والخضوع له والتسليم له والإخلاص له فلب إلى ذلك إنه إبراهيم الذي وفه أي قام لله بكل مقامات العبادة فلم يلهه صغير عن كبير ولا كبير عن صغير بل قام لرب العالمين بكل مقامات العبادة أمر بالكبير فلبه وأمر بالصغير فلبه إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا إلا وأنتم مسلمون ترجمة نانسي قنقر